أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المصرين على سراط مستقيم تنزي العزيز الرحيم لتنذر قما أنذر أباهم فهم غافلون لقد حقا قالوا على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأنقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم آذر طمام لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن الغيب فبشروا بمغفرة وأجري كريم إنا نحن حلم أوتع ونكتب وقدم وآثرهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين واضب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم مستهن فكذبوهما فعزتنا بتالثين فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا وشروا مثلنا وما أنجل الرحمن من شيء إنا إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لو نرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مصفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا أسألكم أجرون وهم مهتدون وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آية يرد الرحمن بذل الله تغني عني شفعتهم شيئا ولا يوقذون إني دل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال ليت قوم يعلمون بما غطرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قمي من بعدي من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة بيدا مخامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا بيستهزرون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كنوا لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخل وأعناب وفجعنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمنه وما عملته أيدي ما فلا يشكون سبحان الذي خرغ الأزواج كلها مما تنبدو الأضوى من نفسهم وما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار بيداهم مظلمون والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر وضرناه منازل حتى عادك العجون القديم للشمس ينبغي لها تذرك القمر على الليل سابق النهار وكل في فلك يسبعون وآية لهم أننا عمل لذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغغهم فلا صريق لهم ولهم موقتون إلا رحمة مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تتهم من آية من آية رب من الله كانوا عنها مردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كعروا للذين آمنوا أنتعم من لو يشاء الله أطعم إن أنتم من لا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق بالصور بيدهم من الألداس إلى ربهم ينسنون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المنسلون إن كانت إلا صحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغني فاكيون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكية ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون لم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا أسرة مستقيم ولقد أضل منكم دبلة كثيرة فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم إما كنتم تكفرون اليوم نخطم على أفواهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجل بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه بالخلق فلا يعقنون وما علمناه الشيء وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارف فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جنود محضرون فلا يحزنك قول منا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أننا خلقناه من نطفتي بيدا وخصي مبين وضرب لنا مثلا ونسي قلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشدر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقذون أوليس الذي خلق السماوات والغاضب قادر على أن يخلق مثلهم بلى هو القلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فاكن فسبحان الذي بيدي ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم